في حلقة اليوم سوف نتحدث عن Media Query من نوع Orientation يعني سوف أعلمكم كيفية تنفيذ لأومر CSS حسب وضيئة الشاشة في البداية نتحدث عن Media Query من نوع All الذي يتم كتابته بشكل تالي Media فراغ ثم All ثم تقوم بإنشاء هذه الأقواس معنى كلمة All يعني كل فهذا يعني أي أومر تقوم بكتابتها هنا سوف يطبقها مواشرة على العناصر الذي ترغب بالتصميمة عبر CSS يعني بالاختصار في وضع الافتراضي عندما تقوم بكتابة الأومر خارج Media Query يعني كأنك تقوم بكتابتها ضمن Media Query من نوع All شاهد إذا قمت بفتح ملف لا يشتري ماله التالي ثم تشاهد قام بالتنفيذ لأومر في الدروس السابقة تحدثنا عن الأمر Only الذي يمكنك أن تقوم باستخدامها في Media Query يعني على قصة بمسال تقوم بكتابة Media فراغ Only فقط ثم Screen أو طابعة على قصة بمسال Screen فقط شاشات And أو يمكنك مباشرة تقوم بكتابة الأومر لكي يتم إضافتها إلى الشاشات فقط عندما يقوم المستخدم بمحاولة بالطبع لأنه يتم إضافة خصائص التي يقوم بأدونا إلى أناصر الهتمائل التي ترغب بتصميمها لنقوم بتجربة أرغب بمسال Body أرغب بإضافة خصائص ثم تقوم بإضافة خصائص ثم تقوم بإضافة خصائص ثم تقوم بإضافة خصائص ويمكنك هنا أن تقوم بكتابة بذل Only Not فهذا يعني أنت تقول قم بتنفيذ رؤمن الرسائص التالية في جميع الحالات إلى حالة الشاشة في حال قام المستخدم بزيارة موقعك ويقوم بمشاهد موقعك من خلال الشاشة لن يتم إضافتها مثل ما تشاهد ثم قمت بمحاولة بالطبع مثل ما تشاهد تم إضافتها إذن هذا هو الفرق بين Only One Not أيضا شيء آخر كثير منكم أرغب تعلمه ليس متعلق بالدرسنا اليوم هو كيفية تحديد مجموعة من الصور من أوامر الـ CSS أو HTML أو JavaScript وتقوم بجعله كالتعليق كيفية قيام زيارة سهلة جدا لنقوم بفتح الكيبورد في الكيبورد الإنجليزي كل ما عليك تضغط على Control مع هذا الزر لنقوم بتجوة سوف أقوم بتحديد هذا الجزء وأضغط على Control ثم زيارة مثل ما تشاهد وللغاء التعليق اضغط على نفس الزرار لن أرغب أن تكون المحترفين وأعلمكم كل الأشياء الاحترافية الذي أنا أتقنه لكي تصبحون أنتم أيضا محترفين الآن لنبدأ بالميديا كويري من نوع orientation كيفية جعل اللغاء من الـ CSS يتم تنفيذها حسب وضية الشاشة بما أنا أرغب بيوضع لكم رابط تحميل الملف التالي في وصف الفيديو سوف أقوم بإنشاء ملف HTML آخر لشرح لكم النوع الأخير سوف أسمي . HTML لست مجبرة على إنشاء ملف HTML جديد أنا فقط أقوم بإنشاء لكي أقوم بوضع لكم رابط تحميل الملف التالي في وصف الفيديو لنفترض لدينا دمنا موقعنا أي أنصر على اسم المساء ونقوم بكتاب دمنا أي شيء على اسم المساء . لنفترض أن نرغب أن يتم تنفيذ أوامر CSS حسب وضية الشاشة كيف يمكن أن نقوم بقيام ذلك؟ لقيام ذلك السهلة جدا لنفترض لدينا . أو يمكن كتابة أوامر CSS ضمن ملف CSS وتقوم بربطة بملف HTML أنت الحرف في الاختيار لقيام ذلك فأنت بحاجة إلى من نوع لتحديد الشاشات أو من دونها لتحديد أيضا الطابعات لنقوم بالتجرفة على الشاشات لنقوم بوضع لإضافة الشرط آخر إلى تقوم بإنشاء هذه الأقواس ثم تقوم بكتابة ثم تقوم بتحديد وضعية أفقية أو عمودية إن كنت ترغب بوضعية أفقية تقوم بكتابة وإن كنت ترغب أن يتم تنفيذ لأمر CSS في حال كان وضية الشاشة بوضع عمودي تقوم بكتابة القيمة التالية بالأحرفة الصغيرة جميع لأمر ثم أعتقد الشاشات الهاتف وبعض الشاشات آيباد يكون بوضعية خاص بهم عمودية والشاشات الكمبيتر غالب يكون بوضعية أفقية لنقوم بالتجرفة نرغب في حال كان وضية الشاشة عمودية أرغب على سبيل مساء بالتحديد البوديو وأقوم بإضافة إليه بعض الخصائص على سبيل مساء أرغب بإضافة الخلفية التالية وأرغب على سبيل مساء بالتصميم العنصر التالي على سبيل مساء عنصر الشوحي أرغب بإضافة طعم لون النص باللون الأبيض المهم أن تفهم فاقمت الحر في تحديد بنفسك تصميم العناصر المهم في الدرسنا اليوم أن تتعلم كيفية نعمل مع ميديا كويري لنقوم بالتجمع مثل ما تشهد لم يحدث أي شيء لأننا طلبنا فقط بالتنفيذ الأمر التالي في حال كان أولي الشاشة عمودية في جوجل كروم يوجد ميزة جميلة يتيح لنا تجربة الموقع الخاص منها على الأجهزة أندرويد وآيفون كل ما عليك تضغط على زر يمين موز ثم خير أخير ثم كل ما عليك تضغط هنا ثم تقوم باختيار أي جهاز على سبيل المثال جهاز التالي مثل ما تشهد لأن وضية الشاشة يكون عمودي مباشرة تم تنفيذ الأمر التالي طيب لنقوم بيجعل وضية الشاشة وفقية مثل ما تشهد لم يحدث أي شيء شيء طبيعي لأننا لم نتطب بين تم تنفيذ أو أمر في حال كان وضية الشاشة وفقية طيب لنقوم بقيام الشيء آخر على سبيل المثال في حال كان وضية الشاشة وفقية أرغب على سبيل المثال بأن أكون خلفية الموقع باللون المختلف قم بالتحديد بنفسك كتصميم أنت الحرف والاختيار مثل ما تشاهد في وقت الحالي سوف يتم تنفيذ الأمر فقط على الشاشة عندما يتم أعرض موقعك من خلال الشاشة في حال كنت ترغب أيضا لأجل الطابعة قم بحزف هذا الجزء طبعا نقوم بوضع فراغ واحد لنقوم بالتجربة على الطابعة مثل ما تشاهد في وقت الحالي إذا قمت بالتحديد فقط سوف يتم إضافتها في وضع الشاشة في وضع الطابعة لن يتم إضافتها مثل ما تشاهد أنت الحر في اختيار كيف ترغب بأن يبدو موقعك على الطابعة ووضع على الشاشة طبعا اذا كان درسنا اليوم أتمنى لكم توفيق وأراكم في حلقة القادمة لكي نتعلم مزيد إلى اللقاء شكرا